ننتقل إلىكم مشاهدين الكرام إلى بريطانيا التي تدعم أوكرانيا بالباع والدرع كما يقولون دعم سخي دعم عسكري متواصل ودعم عسكري إضافي تعلن عنه بريطانيا أعلنت بريطانيا عن تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا في ظل تواصل الغزو الروسي قالت المملكة المتحدة أنها ستقدم 1.3 من 10 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 1.60 من 10 مليار دولار أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا وجاء هذا الإعلان قبل مكالمة مزمعة عبر الفيديو اليوم الأحد لزعماء دول مجموعة السبع مع رئيس الأوكراني فولدمير الزلينسكي يعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون أحد أقوى المؤيدين لجهود أوكرانيا لمقاومة القوات الروسية منذ أن شان الرئيس الروسي بولدمير بوتين الغزو في 24 من شباط فبراير الماضي أرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى متطورة إلى أوكرانيا يرفع هذا التعهد الجديد إلى الضعف تقريباً التزامات الإنفاق البريطانية السابقة المتعلقة بأوكرانيا قالت الحكومة البريطانية أن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان ورغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات أمس الجمعة أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصاً ذخاء المدفعية وأجهزة رادار محذراً من أن المبالغ المالية مرسودة لتزويد كيب بالأسلحة أشرفت على النفاذ داعي الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية إذن دعم بريطاني ودعم أمريكي غير منقطع لأوكرانيا في حربها ضد روسيا المصلحة هنا إذن أمريكا هنا وأيضاً بريطانيا هنا والقوى الكبرى هنا أما الأخلاق غير حاضرة الحقيقة لأن هؤلاء هم أنفسهم من يدعمون الكيان الصهيوني في فلسطين اشتركوا في القناة